السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله وخير صوت واضحة الآن؟ تعبان ترى بس راعوني شوي من أنت؟ سؤال بسيط مكون من كلمتين لكن اختلفت الاجابات عليه كلني جاوب بطريقته سواء نثر شعر مقال كلام سؤال مفتوح كبير جدا جاوب عنها عن ترى وانا اللي اقول لنا جاوب عنها تخيروا معين عن ترى سؤل من أنت؟ فجاوب انا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباعة جاوب عليه المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم سمعت البيت اللي عده فهد معيان وهو لسحيم بن وثيل أنا بن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني تعدتت الأجوبة لكن أنا عندي جواب بسيط جدا قد يكون تقليدي أنا عبد الله لكني ولد مجري بن جفين ولد وضحة بن سعد ما عليكم زون ممكن محد يعرف من مجري بن جفين ومن وضحة بن سعد لكن الشخصين هذول الله يخليهم لي قلوا أمين هم اللي رسموا خريطة عبد الله جميع إنجازات عبد الله من درجة علمية من جائزة علمية جائزة في مجال العمل التطوي أنا والله الحمد كان عديت أكثر من ألف ساعة تطوعية جميع الإنجازات تقديم جميع مواهب عبد الله اللي قدمها للمجتمع كانت تحوف أدعية الوالد الله يطول في عمرها وكان دعم الوالد ما أنسى موقف على الهواء مباشرة في إحدى القنوات الرياضية السعودية قال لي الوالد عبد الله أنا أفتخر فيك ويسام شليت على صدري لكن حمل ثقيل لازم أني أرعي ولازم أني أكون قد الكلمة هذه أنا عندي رسالة وحاجة أبغى أوصلها وأمنية تتمثل في أبيات لعلها للشافعي إذا ما خافظني وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته وديني أكون الشخص هذا رسالة لا تقطع عن يد المعروف عن أحد ما تنتقدر والأيام تاراته أمنية إني أعيش بعد موتي يقول الشافعي قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته هذه الأمنية عشان كذا أنا بحاول قد ما أقدر إني أترك أثر طيب سواء بالثقافة الصحية اللي موجودة عندي سواء بتجربتي في العمل التطوعي سواء عن طريق التقديم يمكن سمعته مقابلتي ودردشتي مع هاني قال هنا وجدت ضالة ليش اخترت الاسم هذا الكتاب لأني فعلا سلكت طريق جميل جدا تجد على جنباته العطاء والسعادة والإيثار أشياء جميلة لا يمكن وقلت أنه ضرب من الغباء أني أحيد عن هذا الطريق فبحاول بإذن الله أني أعيش وأعيشكم معي في هذا العالم الجميل عبد الله يحب أشياء ولا يحب أشياء قد تتمثل في شخصيته في الأيام القادمة أحب العطاء أحب الكرم أحب قصص التاريخ أحب الشعر الحمد لله معنا الشعار كثير أحب اللغة العربية أحب العطاء قلتها قصص التاريخ أحب الإلهام وقصص الإلهام قصص الناس اللي نجحوا رغم التحديات الإيجابيين الرائعين أحب الإيجابية أشياء ما أحبها أكره الأنانية ما أحبها أكره جلد الذات ما أحبها يا جماعة ما أحب لحظات الوداع والله ما أحبها فالله يقوينه وإياكم أحبكم كلكم والله أحبكم كلكم هذا عبد الله باختصار يعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم بسم الله شكرا لكم